كثيرون منكم يعرفون جون بولتن مستشار الأمن القومي الأمريكي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب السياسي الجدلي من أشد الداعمين للغزو الأمريكي للعراق ولتغيير الأنظمة السياسية في إيران وسوريا وغيرها من الدول كشفت وزارة العدل الأمريكية أمس النقاب عن مخطط لغتيال بولتن قالت إن إيران وراءه اتهمت السلطات الأمريكية هذا الرجل شهرام بورسافي المعروف أيضا باسم مهدي رضائي قالت إنه عضو في الحرس الثوري الإيراني موجود حاليا في إيران ومطلوب بشأن التخطيط لمحاولة القتل يعتقد المسؤولون إن بورسافي كان على الأرجح يسعى للانتقام من الضربة الأمريكية التي قتلت قائدة فيلق القدس قاسم سليماني في 2020 في يناير الشخص الذي حاول بورسافي تجنيده لتنفيذ العملية هو من كشف المؤامرة للسلطات ولم يتم الكشف عن هوية ذلك الشخص فبحسب لائحة الاتهام طلب بورسافي في أكتوبر 21 الماضي من شخص مقيم في الولايات المتحدة التقى به عبر الانترنت أن يلتقط صورا لبولتن بزعم أنه يحتاجها لكتاب كان يكتبه هذا الشخص عرفه على شخص آخر قال أن بإمكانه أن يلتقط الصور حينها تواصل معه بورسافي على إحدى منصات الرسائل المشفرة عرض عليه مبلغ 300 ألف دولار مقابل التخلص من بولتن خلال الأشهر القليلة التي تلت استمرت الرسائل المشفرة بين الشخصين أرسل بورسافي للشخص موقع مكتب ومنزل بولتن ونصحه بماذا أي سلاح يمكنه أن يستخدمه في العملية وطالبه بتقديم دليل بالفيديو على التنفيذ في الوقت نفسه وعده بعقد آخر بقيمة مليون دولار إذا نجحت العملية لكنه لم يحدد من كان الهدف الثاني لتشجيع الشخص مشاهدين على تنفيذ العملية أرسل له بورسافي هذه الصورة لأكياس من الأموال كتب أسفلها اسم الشخص وطلب منه فتح حساب العملات الرقمية لتسهيل إيصال الأموال له الأموال طبعا لم تصل إلى الشخص المعني لأنه بلغ السلطات عن المخطط هذا ما قالت وزارة العدل بعد اتهامها بورسافي نستمع إلى ماثيو جي أولسن مساعد المدعي العام لدى وزارة العدل واجب جدي للدفاع عن مواطنين من الحكومات المعادية التي تسعى لإيذائهم أو قتلهم وهذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن مؤامرات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأمريكية وسنعمل بلا كلل لفتح وتعطيل كل واحدة من هذه الجهود شكر بولتون في بيان مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل على عملهما وفي لقاء مع سيان أن علق ساخرا شعرت بالحرج من السعر الضئيل كنت أعتقد أنه سيكون أعلى من ذلك وأضاف بنبرة أكثر جدية حكام إيران كذبون وإرهابيون أهدافهم الراديكالية المعادية لأمريكا لم تتغير لا قيمة لالتزاماتهم وتهديدهم للعالم يتصعد في الوقت نفسه قال بولتون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد له طاقم الخدمة السرية الخاصة بحراسة كبار المسؤولين منذ ديسمبر الماضي بسبب التهديد على حياته من جانبها رفضت إيران اتهامات الولايات المتحدة بمحاولة اغتيال بولتون وقال ناصر كنعاني وهو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن إيران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها في حال توقف بورصافي وهذا طبعا غير مرجح لأنه في إيران سواجه عقوبة سجن تصل إلى 25 عاما في الولايات المتحدة شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة